مواصلة لدعم أهداف برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية التقى سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات في قصر لقضيبية منتسبي برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية وخلال حوار سعادته مع المنتسبين أشار إلى أن البرنامج جاء تحقيقا لمبدأ التنافسية والعدالة بما يتواءم مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي تضع المواطن البحريني في قلب عملية التنمية وقال سعادته إن تأهيل جيل قادر على التطوير والابتكار يؤكد حرص مملكة البحرين على مواصلة الاستثمار في العنصر البشري كثروة البحرين الحقيقية التي تساهم في التطوير وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد وكغاية أساسية لتحقيق مختلف أوجه التنمية المنشودة في ظل المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المفدأ يده الله معربا سعادته عن ثقته التامة في استمرارية نجاح هذا البرنامج في صقل وتطوير الكفاءات البحرينية ما يعكس رؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد نايب القائد العلى النايب الأول رئيس مجلس الوزراء لخلق كوادر وطنية قيادية مؤهلة للمشاركة في تطوير وتنمية نهضة المملكة هذا وقدم سعادة الوزير شرحا مفصلا حول طبيعة عمل وزارة المواصلات والاتصالات وعن دور ومهام القطاعات فيها وإلى أبرز ما تم إنجازه من مراحل المشاريع والتطوير على أجندة الوزارة والاستثمار في العنصر البشري من خلال البرامج الممولة كتحليق وأجواء والذي تقوم بتنفيذه شركة مطار البحرين بالتعاون مع صندوق العمل تمكين كما تطرق سعادته لبرنامج أجواء المدرج تحت شؤون الطيران المدني مشيرا إلى أنه في السنوات الماضية شهدت الوزارة توظيف أعداد كبيرة من الكوادر البحرينية الطموحة للعمل في إداراتها